لازم نتخلص من هذه اللعنة بإيه؟ بالرحمة والموادة وعشان كده تعالوا نعمل شوية إجراءات كده تساعدنا في ده لابد يكون عندك ورد يومي في الاستغفار عشان تفكر نفسك أن كلنا خطئين وخيرو خطئين التوابون وتتذكر قوله تعالى عفى الله عما سلف فيتهيأ قلبك للعفو عن شركة الحياة تاني حاجة اصنع من كل يوم مع شريك حياتك يوم طيب منور فكل يوم حاول تعبر عن حبك لي بواحدة من الطرق الخمسة أو بلغة من اللغات الخمسة زي كلمات الكلام الحلو والمواقف والهدايا ويه جودة الوقت والتلامس وكل لغة تقدر تعملها بطريقة يسيرة وصادقة فمسلا دعوة جميلة فيها تعبير عن تأديرك لاحتياجه زي أن انت تدعيله أن ربنا سبحانه وتعالى يدي له الصحة وأن ربنا سبحانه وتعالى يقبله ويوسع عليه ويبركله ويجعله في أحسن حال كل الدعوات دي ممكن تخليه يحس أنه حقيقي التوبة اللي تبهى والتغير اللي حصله ربنا رزقه وكفقه عليه بأنه طيب قلب زوجته ليه أو طيب قلب زوجها ليه وتقعد معه وتسمعه باهتمام وتعاطف وهو بيشتكي لك من شيء مدايقه زي مثلا تفتح لزوجتك حتى بطرمان مش قادر تفتحه أو تجيب لها حاجة مش قادر تشيلها أو تشرع حاجة هي عايزها كل ده مع كنع أشياء صغيرة لكن هتجدد الحياة وتخلي الإنسان يحس أن فيه حد معاه وهتسهل كتير من الحياة شيء عارف أنه هي محتاجة أو شيء هيسهل عليه حاجة ولو حاجة بصيرة واللي بيركب مواصلات عارف أن دي حاجة سهلة ومش مكلفة أو يحتضنها أو هي الطبطب عليه كل الكلام اللي أنا بقوله ده عارف أن الناس في أثناء السير في الحياة ممكن يتعبوا والحاجات البسيطة دي تطبطب عليهم أنا ليه إذا كانت المواصلات لأن الناس عارفة أنه محتاج بس أن حد يقول كل ما حل ولا ما يعودوا مع بعض يحرصوا على أنهما يجرسوا قريبين من بعض مش كل واحد في حتة تالت حاجة عن عايزك تقاعد ربنا سبحانه وتعالى أولا ثم شرك حياتك على عدم العودة لأي فعل أسأت فيه واطلب منه يعينك ويكون سندك وتتفقوا على طريقة معينة كل واحد فيكم يساعد التاني عشان تبقوا في حالة من حالات الدعم وحالة من حالات بركات وتعاونوا على البر والتقو وهو آخر حاجة اجعلوا ورد أسبوع لكل واحد منكم من الذكر والصلاة على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بنية أنه يؤلف بين قلوبكم ويملأ بيتكم بركة ونور وفضل يا رب جعلنا على الدوام قدري أن نتجاوز ببركة نور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبيقنا من مددك نتجاوز من ملفات الأديمة والأخطاء القديمة إيه خلاص ببيتش موجودة إيه اللي موجود بس مددك ونورك وبركتك يا رب أعنى على أنفسنا أن نحن نخرج من كل هذه الأزمات ونعيش في نور مددك وبركتك وأن نكون عوناً لأحبابنا على أنفسهم وعلى شيطانهم فنكون في حضرتك وفي رضاك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين